تونس والعلاقات التجارية البينية دول المغرب العربي مثالها كيف تبسط الخريطة خريضة المغرب العربي المكونة للخمسة بلدان اللي هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا متنجم كانت تتنبأ وتفرح وتقول انه التجارة بين هالبلدان هذية ما تكون كان سالكة أصلا تنجم تقول اللي التجارة البينية سالكة ولكن التجارة الجماعية تجاهها الآخر ممكن يسر تكون منها كتلة وازنة ولها أسباب النجاح الجغرافية مواتية للنقل البري والنقل البحري والنقل الجوي بين الخمسة بلدان لكن نلقاو اللي مستغلها أكثر هي أكل الناقلات عبر البحر وعبر النقل البري من أوروبا نحو المغرب العربي مرورا إلى مصر وغيرها فقدش من مرة تعرضنا كالكاميونات الكبيرة هذي كترانس ماروكان ترانس أوروبيان ولكن كنا نتمنى أن يكون عابرة للمغرب العربي ولكن عمرنا نرينا شاحنة من الشاحنات هذية تنقل في بضائعة تمشي من موريطانيا للمغرب للجزائر لتونس في ليبيا لكن الواقع زادة يقول العكس عكس ما نلقاو فيه في الواقع الجغرافي وهو مستغل كما يلزم ما هوش مستغل لأنه الخريطة الجغرافية لبلدان المغرب العربي هي خريطة مغرية للآخر ولكنها غير جاذبة لأهلها كيفاش؟ كيف الدقق اليوم في منطقة المغرب العربي بلاد ببلاد تلقى اللي عنصر التكامل موجود كنا نجمو نكونو احنا ممر ولكن ايضا مع بعضنا ولكن ايضا التجارة البينية واستفادة البينية تكون على ما يرام لأنه اللي ينتج في موريطانيا تستحقه المغرب تستحقه تونس وهكذا دواليك فبالتالي ما القيناش عقل خلاق يجمع هالبلدان هذية من أجل أنه يمشيوا في الجانب التجاري يزي والجانب المنفعي الاقتصادي ما نحكيوش على السياسة خليها السياسة على جهة الاتحاد في التجارة زيدة موجود أنهم يتحدوا كبلدان خمسة من أجل أنهم يتاجروا مع الآخر مع الآخرين لأنه المعبر المغرب العربي واتحاد المغرب العربي والوجود متاعه الجغرافي المطل على الأطلسي إلى الشرق والمشرق يعني أنه هو يهم برشا بلدان تحب تنال من هالمحطة هذه يعني يكونوا البلدان الخمسة متواحدين بقدام هالكيانات اللي قاعدة تطلع الكيانات الكبيرة كما الاتحاد الأوروبي كما جنوب شرقي آسيا كما 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 حصلوا أحنا مريناش المغرب العربي اليوم إلا مطية وممر ربما للأجانب ولكن أحنا ما استفدناش السياسات الثنائية بين بلدان المغرب العربي ما هيش سهل كذا لأنه منين تتلفت نقولوا هالخريطة الجغرافية المنترامية تخلي أوروبا وآسيا وأمريكا تعطيها أهمية كبيرة وتمر منها وتستغلها وتستورد منها وتصدر لها ولكن بين تونس والجزائر مثلا ولا الجزائر والمغرب زيدوح سكت وما تتكلامش بين الجزائر وموريطانيا ولا المغرب وموريطانيا وهكذا دوليك لين نوصل وتونس وليبيا اللي هي على استحياء لحقيقة تونس وليبيا عملت في عبر السنوات ما قبل الثورة كانت فما رباط تنجم تقول ما هوش قانوني ولكن معناها على الميدان التبادل التجاري وكذلك الاستثمار هنا وهناك بين تونس والجزائر منطقة للتبادل الحر هاي بيش تشوف النور أحمد الله في الأيام القادمة بين المغرب وتونس كانت فما رباطات كثيرة واتفاقيات كثيرة ولكنها الآن تحسها اللي وقفت عند حدود التمر فقط وأنه 58% طورت من خلالها النسبة بين المغرب وتونس ولكن ما تعدتش العلاقات إلى ما يمكن أن يجعلنا ننظر إلى هذه المنطقة على أساس أنها منطقة تجارية لأهلها مفيدة لأهلها ولشعوبها وكذلك تتعامل فيما بينها بين الدية مع القوى الأخرى التي تغزو العالم اليوم وتغزو الجغرافيا والتاريخ ترجمة نانسي قنقر